وبعضهم إلى درجة ما يبالغوا أهمية قوتنا داخل البلد ما نقدر نحل مشاكلكم الحلول ليس بأيدنا ما تصير على العراق بأيد العراقيين وين الحلول الآن إذا يسألك المواطن العراقي الحلول وين وشنو رأي المواطن العراقي سعادة السفير بالحكومة العراقية الحالية من خلال دعني أبدأ معك هذا الجزء المهم والحوار المختلف الذي يبتعد عن حوار السلطة جنابك تتحدث عن شارع كثير نزلت إلى الشارع سمعت من الناس كيف يقيم أو ينظر المواطن العراقي اليوم من خلال وجهة نظرك إلى الحكومة العراقية تستدرجني إلى هكذا الألغام السياسي الآن أبداً لكن أنا شايف أن أدم الصبر يعني الصبر للوصول إلى الحلول الناس يريدون تقدم بسرعة حلول سريعة اقتصادياً سياسياً أمنياً وأنا أقول لهم بصراحة عندكم وراثة صعبة وراثة مريرة من فترة صدام وفترة دعش كمان فمو واقعي أن تتوقعون أن أي هكومة تحل مشاكل البلد بفترة ثلاث سنين وأربعة سنين يأخذ وقت هل قد نحتاج برأيك أن على الأقل نحل جزء من المشاكل؟ لكن الآن أنا لا أريد معجزات على الأقل مثلاً أنا المواطن العراقي البسيط الذي أطمح إلى الكهرباء إلى الماء إلى خدمات إلى صحة إلى تعليم تقييمك هل قد ممكن أن نوفر أبسط مقومات العيش الكريم؟ أعتقد فصعب أن أقول لكم فترة مؤينة لكن أنا شايف أن أكون زخم أكون كل يوم تتأمق جذور الاستقرار في البلد وكل يوم تتعزز مرتكزات الاستقرار في البلد هل هذا يؤدي إلى تغير كبير في حياة الناس بسرعة؟ ما أقدر أقول لك يعني صعب فأنا اختلت مع الناس بس أنا مو خبير لكن أنت السفير البريطاني في العراق صح وعندنا فرص أن نختلت وفرص أن نستمع إلى الأصوات المحلية فهل أكون تفاؤل؟ أعتقد أكون ما بين بعض الناس وممكن نقول أن نسبة الناس اللي يشعر بالتفاؤل يزيد الآن نسمع قصة عن رجوع مهاجرين من الخارج إلى الآن الناس يريدون يستثمروا هناك شركات غربية أيضا أدد الشركات الغربية التي تريد أن تستثمر في البلد تزيد كل سنة أكو مصادير للحشاشة كمان في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر